على كل حال خلينا نقول يعني مبروك مرة تانية أجمل لربعية فعلا أهلوية رجعتنا لي صدارة الدوري ده الدوري ده كان متوقع تاني حنرجع نقول بطولة راحت بنعوضها مباراة مش حلوة بنعوضها لعب مش قد كده بنعوضه هو ده النادي الأهلي رجعنا تاني لصدارة الدوري اللي عايزيه خلاص بقى إن شاء الله نحسيمه كمان من بدري المراضي إن شاء الله برضو هيبقى عندنا مباراة قوية جدا في أفريقيا يوم السبت أمام طبعا سانداونز زي ما كنت بقولنا وكريم وزي ما كابتن برضو سيد عبد الحفيظ أكد قال إن مباراة الفريق أمام مصر المقصة خلاص انتهت بالفوز بربعية وأن هذه يعني الصفحة انتهت وانطوت وبمجرد خلاص انتهاء المباراة للتركيز بقى في المباراة القادمة أمام سانداونز خلينا كده نشوف برضو جزء من تصريحات كابتن سيد ونرجع نكاب بالله طبعا الخليشية بتوقيتها كمان مهمة بالنسبة لنا توقيتها أن انت جاي بعد كاسع عالم العندية ثم مباراة الهلال السوداني في دور المجموعات الدور الأبطال الأفريقية وقبل مباراة سانداونز فتوقيتها طبعا مهمة جدا يعني كمان إحنا يعني مجموعة من اللعيبة فضل بيتس ومسواني إنهما يديهم راحة النهاردة استعدادا لمباراة سانداونز كل ده كان في الحساب مش عايزين لقد الله حد يتعور عايزين ندي فرص لناس عايزين ترايح ناس عايزين برضو تكسب يعني الأمور بالنسبة لك كلها في إطار إيجابي يعني كابتن سيد مباراة اليوم في بعض النقاط والمكاسب المتعددة عودة محمد الشناوي ميكسوني النهاردة وأول هدفين لي في معنادي الأهلي كريم فؤاب بيظهر في مركز الزهير الأيمن مع محمود وحيد وعودة حسام حسن النهاردة مكاسب كتير متعددة في ظل أن أنا عند الغيابات الكتير جدا نحافظ على الأداء والنتيجة أمر يحصل بيكم كجاسبا برضو كتهديف وزياد بيظهر في الصورة كتهديف ومحمد محمود بياخده ده ومحمود وحيد فده وضع طبيعي يعني أنت بتلعب بموسم طويل جدا فأكيد هتحتاج كل اللعيب والواحد مقتنع تماما النهاردة نهاردة فيه لعيب موجود بكرة هتحتاج التاني فكل يبقى عنده على الاستعداد ده وكل يبقى عنده الرؤية دي في أي وقتها يلعبها الحمد لله يعني خلينا نقفل لأن احنا كمان عندنا مباراة مهمة جدا مع سانداونز هنستعدلها بدري شوية هنخش مع اسكر يوم الخميس إن شاء الله هي مباراة في منتهى الأهمية بالنسبة لنا لأن هي كمان المفروض في الحسابات أن هي تبع المباراة التالتة لكن هي فعليا أن المباراة التانية كمشاركة يعني لأن مباراة المباراة المباراة هتبع بعدها عندنا سانداونز ومالمريخ سانداونز مريخ عندك أربع لقاءات في منتهى الأهمية إن شاء رحمه بإذن الله يكون ربنا موفقنا فيهم ونكون بإذن الله عند حسن الظن ونقدر أن نحن على عدد من النقاط فيهم أنت بتتكلم دلوقتي على علم مفتوح على بعضهم أنت الناس بتشوف أعظم لعبة العالم بتوضحتها تعدي جدا المهم لما بيبقى الكدش بيحتاجهم أو بيستعين بهم بيكون على الاستعداد ده يعني مهم جدا أن أنت تبقى عارف أن أنت أكتر واحدة تخدم نفسك مهم إن أنا أتكلم معاك وكويس إن أنا أشجعك وكويس إن أنا أخليك عندك دوافع كويسة لكن أنت كمان اللهم أنت اللهم أنت عندك الاستعداد ده أو لا يعني بتلعب في نادي زي النادي الأهلي بتلعب في نادي يعني أكبر نادي في أفراقيا أكبر نادي في العرب أكبر نادي أكبر نادي في مصر فطبيعي جدا طبيعي جدا أن أنت لما هتأخذ هيبقى فيه تقييم لك تقييم ده إما صالحك إما مش صالحك فلو صالحك يبقى فيه استمرارية فمهم جدا أن أنت بقى عندك المفهوم ده يعني خلينا زي ما أقولت لك يعني مبارات مصر المخصفة انتهت بكرا إن شاء رحمن عندنا تمرين بدري يوم الخامسة يبقى عندنا معسكر إن شاء رحمن نستعد المرات صنده وزباز الله بطولة أفريقيا لها دوافع مختلفة السنة دي يعني أنت عندك حاجة ممكن تكتف للتاريخ للجلدة إن كتالت مرة تاخد البطولة للمرة التالتة على التوالي دي ما تحققش خلص على مستوى أفريقيا في أي نادي أفريقي أنت كمان كان على مستوى النادي بتاعك ما حققتهاش خلص حققنا السنائيات كذا مرة حققنا سنائيات في 2005 و2006 حققنا سنائيات 2012 و2013 حققنا سنائيات 2020 و2021 أتمنى يا ربي يعني نكون يا ربي شارف لنا أن نكون واحد من الناس اللي سعدت أو الجهاز أو العيبة يعني أنه يكتب تاريخ للنادي الأهل أنه حقق سلسي لكن في النفس الوقت يعني أنا من الناس الواقعية جدا يعني مش ممكن هبص الخمسة وأنا لسه عندي واحد واثنين وتلاتة واربعة خلينا دايما نبص على المرحلة اللي أنت فيها عندنا رقم واحد الأول نعديه بشكل كويس وبعدين نبص على رقم اثنين وتلاتة واربعة بعد كده ستاو خلاص الحمد لله نزل كان ممكن ينبقى موجود النهاردة لكن الجهاز الفني فضل أنه يريحه إن شاء الرحمن بنسبة تتعدل 95% يبقى موجود معنا إن شاء الرحمن في مبراط الساندونز يوم السابت إن شاء الرحمن أيمن أشرف يعني ممكن أو ممكن لا يعني هنشوف الدنيا أيو إن كانت الاتجاه يبقى صعب شوية شناو الحمد لله رجاء النهاردة خلاص يعني مجموعة كلها طاهر وأحمد عبدالقادر ومعلول يعبره عنده جهات في عضلة السمانة فظلنا إن احنا نريحه محمد عبدالنعم ما فوقش حاكة لكن برضو الرجل فضل إن هو يريحه الكل هيبقى موجود وجاهز إن شاء الرحمن هي عادة يعني زي ما بتبدأ بتنهي عادة يعني لكن ممكن طبيعي سوريل ممكن يحصل لك شوية اختلاف شوية في بعض الأوقات يعني ممكن الناس تبدأ وحش قوي وتختم كويس قوي بس دي حالات بتبقى شازة شوية من وجهة نظر يعني البطولة بتبتدي من يوم ما بدأنا صحيح بتبقى أهميتها بتتدرج شوية أو بتتسعد شوية مع الأدوار لكن في النهاية انت واخد الموضوع من أول ولا لأ يعني احنا مركزين جدا وعندنا مجموعة صعبة مش سهلة خالص يعني الهلال والمريخ وصندونز زي ما قلت لك خلانا ناخدها واحدة واحدة عندنا مباراة يعني من وجهة نظر هي أهم مباراة في دور المجموعات المباراة اللي جاية يا رب ان شاء الرحمن يكون التوفيق حليفنا هذا كان جانب من تصريحات كابتن سيد عبد الحفيز وكالعادة كلام موزون كده كلام موزون بس برضو الكلمة بتاعت يعني اللي هو قفلنا الصفحة خلينا نبص على والله أنا بحس برضو ان من حقنا نفرح ولو اكتر من يعني 24 ساعة فعلا النادي الأهلي بيحط ديوريشن تحديد كده 24 ساعة عشان تفرح بأي حاجة مطش بطولة دول ما بيكملوش حتى من 24 ساعة دي برحل مطش من ليل لزا عزين بالزبط يعني طبعا الحمد لله ان الاهلي دايما بيفرحنا ودايما يجلينا بطولات ودايما بيسعدنا كمان في الملعب لكن جماهير برضو من حقه نتفرح احنا كام اعلاميين في قناة الاهلي من حقنا ان احنا نفرح ونحتفل دي حاجة بتسعدنا على كل الاحوال يعني